طب هسأل سؤال ما بيفرقش مع الألمان ان المدير الفني بتاعهم هو مدير فني تنتهي مدته مع هذه البطولة وانه هانز فليك جاي بعدها على طول ما بتفرقش في الدوافع ما بتفرقش من ناحية النفسية بتفرقش مع المدير الفني ما بتفرقش مع اللعيبة بص في اي مدرسة في العالم ممكن تفرق طبعا بس دي ممكن تولد عندهم دافع ان انا اختم ختام حلو ليه لا مزودها اوها لا والله مش مزودها مزودة ايه ازا كنت بقول لك فرنسا بالتأكيد حظوظها اكبر ناس صوت تبعتلي وبعدين تبعت العز وبعدين بيقولولنا هو تامر موليد حواري المانيا ولا ايه لا والله ما انا بقول لك كورة لتكلم كورة قلتلك فرنسا اقوى فرنسا اقوى منتخب في العالم في الوقت الحالي فين بقى التعصف ده ممكن يحصل في اي حتة تانية الا يحصل فيها ما قولتش ايه قولها بتوضع شوية يا اخي ما قولتش ايه ما قولتش ايه لا بس هيه ممكن تبقى دافع يعني ممكن تختم ختام حلو مع الراجل اللي كسب كاس عالم كسب كاس كارات فليه مثلا ما يبقاش عند اللعيبة دافع ان خلاص بقى احنا كمان لينا والل الراجل اللي بقى له معانا من 2006 وهو هيت كوتش ومعانا من قبل 2006 وهو مساعد لكلينسمن مظبوط ليه كمان بقى ما نكسبش معاه ونخليه يختم ختام حلو ويكسب يبقى كسب كاس عالم كاس كارات يوروب طيب الفكرة اللي قالها عز داية وهي فكرة مسيطرة على افكار مدربين كتير فكرة تخل مع تشيلسي وازاي ان هو تشيلسي ما هواش مقاومات جورديولا ولا مقاومات السيتي وقدر ان هو يكسب بافكار مدير فني وبخطة محكامة هل فعلت ممكن الراجل يمشي على الخط بتاع تخل دا في مبارايته المقبلة بتكلم على ألمانيا شوف هو في الفترة الاخيرة زي ما تكلمنا في قبل البطولة هو عنده مشكلة شوية في حتة الفول باكس او الباكين اللي على التراف هو بيعالجها هيمة بتعديل طريقة اللعب تلاتة اربعة اتنين واحد حل جزء كبير من حتة الطرف اليمين اللي هو الباكرايت ولو اني انا ما بفضلوش قوي انه يطلع كامش في الطرف ويحطه في الطرف اليمين انا معاك جدا انت معايا؟ جدا يعني دا لعيب زي ما بيقولوا كده تقيله في نص الملعب صعب لما تطلعه من نص الملعب وتحطه على الطرف اليمين هتخسر جزء كبير من قوتك في نص الملعب لكن على اي حال هو قرر وبيلعب جروزنيس اللي هو الراجل بتاع أتلانتا اللي لعب التكتيكي اللي شارب كمان من حتة الطلاينة الدفاع القوي وتديق المساحات فالراجل بيحلها وبيأمن ظهرهم في الطرف الشمال بروديجا وبيأمن طرف كمش في الحتة اليمين هو جنتا طبعا دا ابنه الشرعي يعني انا وجهت نظر انه لازم يلعب زولة لكن هو هيلعب جنتا دا اول واحد بيحطه في الخط الخلفي هي بس في مشكلة واحدة في فكرة تشيلسي سيتي دي اللي بقوله لك ان انجولو كانت بيلعب ناحية التانية المرات مزبوط يعني هو بيبجوارديولو ساعده طبعا التلات اربع عرقات دول موجودين الناحية دي بالزبط كده فحتى لو انت بتلعب جيم تحولات فانت عندك فوشك نجولو كانت فهو في الاول في الاخر الجيم مش هيبقى سهل خالص بس انا اقصد ان انا مش متخيل ان المانيا هتبقى الخصم الضعيف يعني في ارض المرات لا لا يعني هي بس المقارنة بان انت جاب نهائي البطولة حطه في الاول اه طبعا يعني حطت نهائي البطولة في الاول وبعد الا في الحديد الا الحديد خلينا نشمت فيكو شوية يا عم انتو عملين ما تفرعنين على خلق الله بس لو حصل بعدين من الناس بعدين حصل ايه لو حصل يعني اجيلك حلقة الجمعة اعمل فيك ايه انت اللي تختار يا ابني انتو مخلصين يا ابني على البطولة كانتحتفل في اول يوم مش يا ابني انتو استلمتوا الدنمارك وفنلندا وخشب عريض وشاسي واسع وشغل حرفيين وعظم عريض رج كان حيموت في الملعب اه انتو عملتوا مصيبة اه لا انت اللي قلت انا قلت لك بلجيكا عاوزني اقول لك روسيا هتكسب بلجيكا لا 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 انت قلت روسيا قوة وبتاع وصحها قلت قلو ولا بقادش ايه طول عمر المدرسة الروسية معروف فيت نيلا عيب اخدش بالك من حدسة اللي حصلت في الملعب فيت نيلا عيب اخرجوا من الملعب عاملين حدسة ايه ماشي ايه بقى ده كورة يعني لأ كورة ايه ده نقك لأ انت والاخ ماشي حلوة اوي لا لا دلوقتي لا لا دلوقتي يلا اقول على اخر الحلقة هقول لك لا فيش على اخر الحلقة يلا دلوقتي وسخن سخن وعز نعلق معاه لو عايش اه انا هشيل انا اه اعز يشيل مفتيح عشا ها على عشا خفيف كده لا انت بتعميشي حاجات دي ايه ايه لا اصحنا كزا مرة وما بتوفيش بكلامك قدام الناس مش احلف بالله والله ايه اللي هتوفي بكلامك والله هوافي بكلامك قول والله ايه بس ثاني واحد قول والله هوافي بكلامك على عشا على عشا اه ماشي 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 فرنسا تكسب بكرة ماشي وحتدوقك المرار ماشي وحتختفي من على تويتر ليه وحاعد اغيص فيك ماشي ومش هتظهر تاني لا مش في البرنامج يعني اصلاع